من مطار أم التونس بالعاصمة واكشوت الأمن الوطني يوقف ليلة الخميس الطالب يول الشيخايا بعيد وصوله للبلاد قادما من المغرب كما أحالت الشرطة إلى النيابة العامة المدون عبد الرحمن الودادي يأتي ذلك في إطار التحقيق الذي فتحته النيابة العامة منتصف الشهر الماضي تحت مسمى حصول وقائع مخالفة للقانون وذلك على خلفية اتهامات غير مباشرة وجهها الودادي لأفراد من عائلة أهل الشيخايا بشأن تجارة الممنوعات ورفعت الأسرة شكوى قضائية ضد هذه الاتهامات ويأتي توقيف الطالب ويول الشيخايا بعد استدعائه من طرف لجنة تحقيق قضائية وأمنية لكنه أبلغها وجوده خارج البلاد موضوع ذروة أهل الشيخايا الذي أثاره الودادي ونفته الأسرة بعدة تسجيلات صوتية هيما على مواقع التواصل الاجتماعي طيلة الأسابيع الماضية حيث أثاره المدون عبد الرحمن والودادي باتهامه تلميحا أسرته للشيخايا بتجارة المخدرات وغسيل الأموال وذلك من خلال خراجات مباشرة على صفحته على فيسبوك ليصبح الموضوع بعدها قضية يدلي فيها الجميع بالدلوه والناس حيالها ما بين مطالب عبد الرحمن بأدلة تثبت ما لمح إليها ومن يطالب بالتحقيق في الموضوع ومن ينفي صحة هذه الاتهامات ويعتبرها مجرد استهداف إعلامي وسياسي ونفت أسرة أهل الشيخايا عبر صوتيات لبعض أفرادها هذه الاتهامات قائلة إن مصادر ثروتها معروفة وإنها مستهدفة لأسباب سياسية ووقفت السلطات الموريتانية خلال الأيام الماضية بعض ملاك الصرافات في العاصمة واكشورط ولم تشرح أي تفاصيل حول مدى علاقة ذلك بالملف الذي تحقق فيه النيابة العامة حاليا ويجري التحقيق مع ملاك الصرافات الموقوفين من طرف لجنة قضائية وأمنية تضم خبراء ماليين بحسب مصادر إعلامية وكانت النيابة العامة قد أصدرت في الثامن عشر من سبتمبر الماضي بيانا أعلنت فيه فتح بحث ابتدائي من أجل كشف حقيقة ما يثار حول حصول وقائع مخالفة للقانون وذلك بفعل تلقيها لشكايات من طرف من يرى نفسه متضررا وفق ما جاء في بيان النيابة